أهلا بكم أحباء المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأي الطالبة المسلمة دعاء أحمد والبلغ من العمر 17 عاما قامت بعمل بطولي استمكنت بفضل الله من إنقاذ عشرات طلاب من زملائها في أحد المدارس السنوية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد أن أقدم أحد الطلاب على طعن أحد الحراس ما نتج عنه إطلاق نار ونتيجا هذا الأمر حدثت حالة كبيرة من الزعر بين الطلبة أحد المدارسين أشار على الطلبة بالتوجه نحو المسجد القريب وبالفعل صارعت دعاء أحمد وتقدمتهم وقامت بإدخال البسوردة الخاص بباب المسجد ثم سمحت لجميع الطلبة بالدخول وبقيت حتى دخول آخر طلب للجامع ثم بعد ذلك تمكنت من الدخول وبالفعل أنقذت حياة هؤلاء الطلبة هذا الأمر أشهدت به العديد من الوسائل الإعلامية العالمية مشيرة إلى أن دعاء أحمد بطلة في نظر كثير من أبناء الشعب الأمريكي حول هذا